بسم الله الرحمن الرحيم. طيب من ضمن العائلات برضو انت كده عرفنا الميتلز ان انا حضر مثلا ايران بس او سيلفر او مثلا زينك بس ده كده متل. عرفنا متال اوكسايدز. وعرفنا الميتال هايدروكسايدز زي ال ال دي اتش. وعرفنا الاكسي هايدروكسايدز اللي فيها او او اتش. في عائلات تانية هنتكلم عنها ان شاء الله وكلها سهلة جدا بالبريسيبتيشن بس مش ناس كتير بتسمع عنها وهي فعلا شغلها بده يبقى جديد دلوقتي. بدأ العلماء يتجهوا لها قريب دلوقتي. من ضمن الفوسفيتز. ان انا حضر حاجة فيها بي او فور. او فيها الفوسفيت عموما البي. مع اكسوجين بقى مع ميتلز يعني هي عيلة كبيرة. كبيرة قوي يعني. فحنا هنتكلم عنهم كده ايه سريعا واحدة بواحدة. خبس? لما انت تيجي تدور على الفوسفيت هتلاقي مثلا كالسيان فوسفيت نانو بارتيز. مادة سهلة جدا انك تحضرها. ايران فوسفيتز هي. مسلا مش عارف بيستخدمها في تطبيقات ايه? الومينان فوسفيتز. نيكل فوسفيتز. واها كزا. انا دورت وسط الفوسفيتز على الحاجات اللي متحضرها بالفعل بالبرسبتيشن. ممكن حاجات تانية تكون سهلة تحضر بالبرسبتيشن بس محدش جربها. انا هنا انا مش تغلتش في كل الحاجات دي. يعني يعني سعب اكون حضرت كل الكلام ده. فانا بحاول ادور لك على اكتر ابحاث انا شايف او مقتنع ان هي ممكن تكون طريقة تتجرب في المعمل. وبازن الله تطلع وان شاء الله تطلع نتائج كويسة. فلكن ده التحضير يعني احنا في التحضير مش كلنا جربنا كل حاجة يعني. لازم نكون ارينا وبنجرب في المعمل ونشوف. ادي مسلا قدامي كالسيام فوسفيتز. عايز يتحضر. محضروا بالكوبرس بتشمسوا دهو صراحة في العنوان. اه والمجموعة دي في جامعة القاهرة في مصر هنا يعني حتى المجموعة كويسة والناس حتى ممكن تتتواصل معهم او كده نظريا يعني. لو واحد من مصر. ادي محضرين كالسيام كلوريت. احنا عايزين كالسيام فوسفيت. يبقى هو عايز مصدر للكالسيام. فقالي كالسيام كلوريت. ده ملح رخيص جدا. ايضا يا اونيان فوسفيت اللي هو ده ملح بسيط خالص. وبيبقى موجود عند الناس حتى معامل البيو اللي بيربوا بكتيريا. او حتى معامل الزراعة اللي هما بينموا وتحالب وحاجات زي كده. دي املاح بتتحط في الميديا بتاعت البكتيريا. فدي حاجات رخيصة جدا. يعني المفروض انها مش غالية. والمفروض انك سهل توصلها وتجيبها. فانت عايز ملح كالسيام وعايز مصدر للفوسفيت زي ما انت شايف كده. الاديتا مش مشكلة قوي. يعني انا اظن ان هو مش قضية. بس الاديتا برضو يعني حاجة رخيصة سهل انك تجيبها يعني. بس ايه مش قضية. اظن كده يعني والله انا. اتش سيل واني اتش هم موجودين. في الاخر اهو بيقول لك حط كمية معينة من كالسيوم كولوريد اهو. وبعدين حط معها ايديتا. انا مختنى ان ايه مش قضية قوي. اه حط اهو ده الواحده في محلول تاني. يعني مجهز محلول من الكالسيوم كولوريد. مجهز ده في محلول تاني بدا ينقط واحد على التاني. بس. اهم حاجة انه هو كمية الكالسيوم للفوسفيت بتبقى مزبوطة برقم معين. دي حسابات كمية بقى سهل ان شاء الله نحن هنزبطها يعني. بس طبعا دي حسابات مهمة. بس وعا كده بيقول لك بقى زبط يعني بعد ما بينقط كل دول على بعضه بيتابق على البي اتش بتاعت المحلول مرة حاول يحافظ على البياتش عند خمسة. طبعا عن طريل اللي اهدي من الان ايو اهي لقى البياتش عليت شوية ومحادث الا Hollywood. لقى البياتش نزلت شوية ومحادث لاrange. بعد يضبط البياتش yet. مرة عند خمسة مرة عند ستة مرة عند سبعة مرة عند تسعة مرة عند حتاشر. بعد كده كل الخطوات التانية العادية. اه هنا بسخن عند الماكرويف اظن ان كل ده برضو مش قاضية اوية. اه بيسخنهم في كيتشن ماكرويف ياكرويف في المعمل. يعني في المعمل يعني المايكرويف احنا بنرسل بنجيب ملح كالسيوم زي كالسيوم كولورايل ومنجيب مصدر الفوسفيت ونحطهم على بعض بنسب نسب مزبوطة ونشتغل سكة الترسيب بتاعتنا العادية خالص زي ما احنا بنشتغلها خلاص ده مسلا برضو آآ كالسيوم فوسفيت اهوت طريقة برضو تانية تعالي نبص عليها واحدة بواحدة برضو سوديوم فوسفيت ده برضو ملح بسيط مصدر الفوسفيت في الاخر كالسيوم كولورايل ده هو كالعادة برضو بيحضر ده وبيحضر ده بيحط ده اهوف محلول وبينقطه على الكالسيوم كولورايل دهوت وبيخلي المحلول تحت تقليل مستمر بيزبط البي اتش ومن خمسة وستة وبعد كده حط بي في بي البي في بي ده بوليمر هو غالي سنة برضو بيتباع شركات الكيميائيات بس بيغلف المادة في الاخر يعني هو نظريا الكالسيوم فوسفيت ممكن يكون تكون مش محتاج البي في بي 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 ده من الاضافات اللي بتضف في طريقة عموما عشان تغلي في المادة وتحافز على على بتاعها وكده فحتى بي في لو لو مش عندك مش قضية فده اللي بيحصل فقادي الطريقة هي انا ايه اللي خلاني اقول ان الاديتة هنا مش مشكلة او مش قضية قوي انه عشان لما قرأت الطريقة دي لقيت ان هو جهزهم من غير اديتة خالص فلو كانت الاديتة ضرورية كنت اضطر نروح اشتريها واجرب بيها لا كانت حق يعني انا قناعتي الشخصين مش مش قضية لكن الله اعلم يعني هنضطر نجرب ونشوف يمكن ما تزبطش معنا نضطر نحط اديتها ونبقى تعلمنا ان احنا ايه لازم نحط اديتها الله اعلم يعني في حاجة انا مجربتاش فعلا بناسة بس وبعد كده برضه عمل ووشنج وغسل كويس وبتاع وخلاص نفس السكة ونفس كل حتى هو هنا رسم الرسمة او هنا بيجهز مالح اهو من الكالسيم كولورايد وبعد كده معاه جهاز بي اتش ميتر عشان يتأكد ان البي اتش طلعت زيادة شوية يوم هتطلعها اتش سيل لا البي اتش مش عارف نازلت يوم هتطلعها ايه اتش يفضل لزبط بي اتش وبينقى طهوت المصدر بتاع الفوسفيت وبيقلبهم كويس مع بعض وبعدين بعد فترة راح حاطس البي في بي عشان يغلف المادة اللي بتتكون يعني وبعد كده بقى غسلها والسكة العادية بتاعت البلستيشن بتاعتنا يعني خلاص يميني تاخد بالك ان الفوسفيت سعيلة كبيرة فلو انت مزبطش كمية الكالسيا من الفوسفيت مثلا ممكن اي واحد من دول يطلع معاك تخيل يعني كل واحد من دول له نسبة معينة وبين الكالسيوم والفوسفيت بتطلع بيها فاحنا مندور على كالسيوم فوسفيت بتركيب معين المفروض ان احنا ناخد بالنا من النسبة كمية الكالسيوم اللي انت حطيتها من الملح الكالسيوم قد ايه لكمية الفوسفيت قد ايه لو زادت منك دي شوية لو انت غلطت بالحسابات وزودت دي شوية هيطلع اي واحد من دول غير اللي انت كنت عايزه. لو زودت ده شوية هيطلق اي واحد من دول غير اللي انت كنت عايزه. فهي نسبة وتانية. فحسابات الكمية هنا مهمة جدا لانت تاخد بالك منها. طبعا لو انت ما زبطتش ده هيطلق معك يعني هتتبهدل على ال اكسا اردي. انت مستني واحد معاني ال اكسا اردي يطلع لك بيكات تانية غير اللي انت مستنيها وهتبقى شغل هنا. فاللي بيشتغلوا في سكة الفوسفيت خصوصا مع كالسيوم الفوسفيت زي كده هوت. بياخدوا لهم جدا 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 من كمية الكالسيوم الى كمية الفوسفيت. اتفقنا? دي نقطة مهمة جدا اللي اتاخد بالك منها. او ده اللي انا تعلمته يعني او ده اللي انا عارفته. لات لازم تاخد بالك منها. من نقطة زي كده هوت. ام. مش لازم كالسيوم بس فيه نيكل اهوت. اظن الطريقة تحضيره كانت سهلة جدا ونفس السكة. بس ملح نيكل بقى المراتي. نفس الطريقة تقريبا. اه ده اظن زينك فوسفيت. مش لازم الكالسيم. لانه اغلب الناس اللي بشوفهم بيشتغلوا في سكة الكالسيم عشان شغل التطبيقات البيوميديكال. مش عارف بقى الحاجات البونز اللي هو العظم والحاجات اللي زي كده ومش عارفه الاسنان والحاجات اللي زي كده. مش لازم السكة دي خالص. يعني مش لازم كالسيم فوسفيت اصلا. ادي هوت ده نيكل فوسفيت وبيستخدموه في ميسانول إليكترو إكسوديشن. ده شغل طاقة. بيستخدموه. بغض النظر بها هم بدي نتائج قدية زي ما بتقول لك. انا دلوقتي في التحضير مش ضعب النتائج. انا ليه ان انا اقدر احضر نيكل فوسفيت بطريقة سهلة. بس بلي هميني. ده مسلا زينك فوسفيت اهوت. بيستخدموه آآ انتي كانسر ايجنت. نوفل انتي كانسر ايجنت. حاجة دي. انا مش فكرة اللي بحثت السنة كم. بس زينك فوسفيت اهوت. مادة هم مستخدمة. نفس الفكر انا ممكن نحضر زينك فوسفيت الاول. وانا نرسب على سطحه اكسي هيدروكسايد. اللي اسم كلمك عنه الفيديو اللي فات. او رسب على سطحه الدي اتش. اللي اسم كلمك عن الفيديو القابل منه. او رسب على سطحه زينك اوكسايد مسلا. اللي كلمتك منه قابل منه قابل منه. او رسب على سطحه سيلفر نانو فورتيكس. ايو انا محضر سيلفر على سطح زينك فوسفيت. مادة جديدة. مادة جديدة محدش يعني يعني نظريا مادة بسيطة بس الشغل ما تعملش قبل منك. محدش عامله قبليك. اه دي افكار ابحاث بسيطة خالص. انت بس عرفت ان في عيلة اسمها الفوسفيتس. مسكت واحد من العيلة دي وقاريت البحث بتاعتحضيره وحضرته في المعرض. وانا قلت لك رسب عليه حاجة ما انت عرفته من قبل جدا. هو. نفس البودر اللي طبعا تحطه في شوية مية وتحط عليه بقية الحاجات او تمشي في نفس السكة اللي رصفت بها قبل جدا. ممكن تحط زينك على سطح زينك فوسفيت. تحط على سطح زينك فوسفيت. وهكذا. تحط زينك فوسفيت وتغطيه او تغلفه بواحدة من اللي قلنا عنهم قبل جدا. الاكسي هيدروكسايد او الهايدروكسايد او اي حاجة من دول. كل ده ان شاء الله خير وكل ده يعني تجارب وافكار ممكن تنفع معك. نكمل ما ان شاء الله الفيديو اللي جاي مع عيلة جديدة بازمان المواد.